اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايا مسافر هيا رباه اقسام المنادة يقسم المنادة الى قسمين القسم الاول هو المنادة المعرب ويكون منصوبا وله ثلاثة انواع النوع الاول هو المنادة المضاف هذا المنادة المضاف يأتي بعده مضاف اليه مثال يا طائر الباني يا طائر لاحظوا هنا جاء بعده الباني مضاف اليه طيب كيف سعرف المضاف اليه المضاف اليه اسم مجرور يعرف من الاسم الذي قبله الاسم الذي قبل المضاف اليه لاحظوا هنا طائر مضاف غير معرف في ال ولم يتصل به ضمير وغير منوى يعني ليس منتهيا بتنوين مثال اخر جولان العروبة الهمزة حرف نداء جولان منادة مضاف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهر على اخره لاحظوا جاء بعده مضاف اليه هنا العروبة مضاف اليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر على اخره اعيد جولانه الذي يأتي قبل المضاف اليه هو المنادة المضاف غير معرف في ال ولم يتصل به ضمير ولم ينون وامثلته كثيرة في الكتاب مثلا تفيئي في قصيد تفيئي ظل الخلود في الفصل الثاني يا اخت جباري البطاح ايضا في قصيد القلب المتيم نشدتك الله يا طير الحمان ايضا امثلته كثيرة في الكتاب النوع الثاني هو الشبيه بالمضاف الشبيه بالمضاف له شروط كثيرة الشرط الاول يجب ان يكون منونا بتنوين النصب هذا شرط الشرط الثاني يجب ان يكون مشتقا ماذا يعني مشتق؟ مشتق يعني اسم فاعل او اسم مفعول او صفة مشبهة او مبالغة من اسم الفاعل هذا يكفي له يوجد شرط ثالث ايضا ان يأتي بعده مفعول به او فاعل او نائب فاعل او جر و مجرور طيب كيف ساعرف طبعا بعد اسم الفاعل يأتي مثلا فاعل او مفعول به بعد الصفة المشبهة يأتي فاعل بعد المبالغة يأتي مفعول به او فاعل بعد اسم المفعول يأتي فقط نائب فاعل هذا الدرس إن شاء الله عمل المشتقات ستأخذونه في آخر الفصل الثاني لاحظوا الأمثلة ولاحظوا الشروط أي حاملا راية لاحظوا هنا حاملا أولا منوّم بتنوي النصب ثانيا حامل على وزن فاعل اسم فاعل ثالثا لاحظوا جاء بعده اسم منصوب هذا الاسم المنصوب يعرف مفعول به لذلك هذا مناذى شبيب المضاف لتوفر الشروط الثلاثة مثال آخر يا مسلوبا حقه يا أداة نداء نوع المنادى شبيب المضاف أيضا السبب أولا لأنه منوّم بتنوي النصب ثانيا لأنه اسم مفعول مشتق ثالثا جاء بعده اسم مرفوع وهنا يعرف هذا الاسم المرفوع نائب فاعل اسم المفعول يا غائصا بالطيني مثال آخر يا أداة نداء غائصا منادى شبيب المضاف ما السبب؟ السبب أولا لأنه منوّم بتنوي النصب ثانيا لأنه مشتق اسم فاعل ثالثا جاء بعده جار ومجرور فالخلاصة من هذا النوع يجب أن يكون المنادى في هذا النوع منوّنا بتنوي النصب ثانيا يجب أن يكون مشتقا ثالثا يجب أن يأتي بعده معمول يعني مفعول به أو نائب فاعل أو جار ومجرور أو فاعل النوع الثالث والأخير هنا في هذا القسم النكرة غير المفصودة وهي نكرة غير معينة يعني ننادي الاسم غير محدد مثلا عندما نقول يا غافلا نحن نقصد جميع الغافلين ولا نقصد شخصا معينا غافلا يا غافلا يا أداة نداء غافلا منادى نكرة غير مقصودة منصوب علامة نصبه الفتح الظاهر على آخره طيب كيف سعرفه هو منوّم بتنوي النصب ولكن مثلا قد يكون مشتقا ومنوّم بتنوي النصب ولكن لا يأتي بعده معمول مثلا جر ومجرور أو مفعول به أو نائب فاعل أو فاعل مثلا قد يكون غير مشتق مثلا يا رجلا ننتقل إلى القسم الثاني المنادى المبني على الضم وله نوعان فقط النوع الأول منادى مفرد علام طبعا مفرد علام يضم اسم الإنسان ويضم أيضا اسم أسماء الأنهر ويضم أيضا أسماء المدن والبلاد والشهور الأشهر مثل أمثلة يا دمشق أعمر يا نيل يا مصر يا خالد يا أداة نداء دمشق منادى مفرد علام مبني على الضم في محل نصب على النداء هكذا نقول في الإعراب أعيد يا دمشق يا أداة نداء دمشق منادى مفرد علام مبني على الضم في محل نصب على النداء وكذلك الأمر في قولنا يا نيل يا أداة نداء نيل منادى مفرد علام مبني على الضم في محل نصب على النداء أعيد اسم العلم هو اسم الإنسان وأسماء الأنهر والبلاد والمدن والدول وأسماء الأشهر أيضا النوع الثاني والأخير نكرة مقصودة النكرة مقصودة هو نكرة هي نكرة معينة يقصد بها شخص واحد أو شيء واحد عندما أقول يا صديقه يا أداة نداء صديقه منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب على النداء لاحظوا صديق ليس اسم علامة وكذلك تلميذ ليس اسم علامة فنقول في عرابه يا أداة نداء تلميذ منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب على النداء أخيرا ينادى الاسم المعرّح لألف اللغة العربية باستخدام أيها للمذكر وأيتها للمؤنث مثلا أيها الرجال أيتها النساء شكرا لحسن استماعكم أتمنى إعادة الفيديو أكثر من مرة حتى تتحقق الفائدة إن شاء الله